حفاظا على سلامة مستخدمي الخيام الرمضانية قامت بلدية المحرق بوضع مجموعة من الاشتراطات لمنحهم التراخيص لوضع الخيام والكبائن الصغيرة وقالت المهندسة انتصار الكوبيسي أن هذه الاشتراطات تأتي بعد موافقة عدد من الجهات المعنية بلدية فتحت الباب للترخيص لهذا الخيام على أساس لا تكون هناك عشوائية لا يتعرض يكون هناك حوادث داخل الخيام هذه الخيام واستعمالاتها المختلفة فنسمح ونرخص للوضع الخيام والكبائن الصغيرة التي ساعات الجمعيات تطلبها خلال شهر رمضان ولكن هذه لازم تكون بموافقة من الدوائر المختصة الأخرى مثل الدفاع المدني الصحة أحيانا لها دور الآن شرط موافقة الكهرباء على أساس التوصيلات الكهربائية لا تكون غير سليمة وين مصدرها فتكشف يكشفون الإدارة المختصة في الكهرباء على التوصيلات ومصدر التوصيل ومن بعدها يصير الموافقة أما فيما يخص الخيام التي تضع بطريقة غير صحيحة ومبعاً طريق ترخيص من البلدية هناك فريق مستعد لإزالة هذه التعديات جميعها على أساس الحفاظ على سلامة المستخدمين هذه الخيام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر